مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو المستمرة الهروب إلى الأمام من خلال توسيع رقعة الصراع جغرافيا تقول مصر إنها متمسكة بخياراتها السياسية والديبلوماسية المتمثلة في رفض التهجير القصري للفلسطينيين وعدم التوقف عن جهود الوساطة وطرح المبادرات فما أبعاد وحدود الدور المصري في إنهاء الحرب على قطاع غزة؟ نناقش ذلك بعد التقرير عين تل أبيب على الحدود المصرية مع قطاع غزة فبعد نحو ثلاثة أشهر من العدوان الوحشي على القطاع أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو محور فلادلفيا أو ما يعرف فلسطينيا بمحور صلاح الدين إلى الواجهة من جديد لم تكن تصريحات نتنياهو مفاجئة فبالعودة إلى الأحداث منذ عملية طوفان الأقصى شنت قوات الاحتلال هجومين على الأقل على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بذريعة تدمير أنفاق تدعي إسرائيل أنها منفذ لتهريب سلاح المقاومة وبالرغم من الصمت المصري على الاستفزازات الإسرائيلية على حدودها إلا أن القاهرة تمسكت حينها بموقفها الرافض تماما لمقترح تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بالنزوح داخليا أو خارج أراضيهم وخاصة إلى سيناء لكن الحكومة المصرية تعرضت لانتقادات شديدة بشأن معبر رفح الذي فتحته القاهرة لأول مرة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بعد نحو عشرين يوما من بدء العدوان على غزة ودخلت حينها أول قافلة مساعدات إنسانية بينما استقبلت مشافي سيناء أولى دفعة من الجرحى بعد نحو شهر بالرغم من مناشدات حركة حماس المتكررة بأن الحركة في معبر رفح لا تتماشى مع الوضع المتأزم في القطاع اقتصاديا وصحيا تكرار صمت القاهرة أمام تصريحات نتنياهو الأخيرة التي يعتبرها مراقبون تخبطا سياسيا وعسكريا في ظل وجود معاهدة سلام كامب ديفيد التي نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين فقد جاء الموقف الرسمي الإسرائيلي بشأن محور فلدلفيا بعد يوم واحد من وصول وفد حركة حماس إلى القاهرة لمناقشة المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتتضمن المبادرة المصرية ثلاثة مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل إلى جانب تشكيل حكومة تكنقراط فلسطينية عقب حوار تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره ويبدو أن القاهرة تركز قبل إعلان مبادرتها بشكل مفصل على خلق إجماع إقليمي ودولي وفق بياناتها الرسمية كما أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط قد تعيد إلى طاولة الحوار دور الإدارة الأمريكية في حماية بنود معاهدات السلام بين مصر وإسرائيل وتنفيذ مبادرات جديدة تقرب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية معنا من إسطنبول الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا دكتور رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتنياهو قالها علنا أن محور فيلاديلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل هذا الكلام مر عليه أيام ومصر صامتة حتى الآن ما تفسيرك؟ أعتقد أن تفسير هذا يقع ضمن الخطة الإسرائيلية التي تتعلق بمحور فيلاديلفيا وكذلك المنطقة العزلة في غلاف غزة حتى يتصل هذا الأمر بالضلع الثاني فيحدث نوع من الكماشة على الفلسطينيين وعلى الداخل والخارج إلى غزة هذا الأمر الذي يتعلق بمحور فيلاديلفيا بيعبر عن قلق إسرائيلي أكيد من مسائل كثيرة تتعلق به هل الحدود المصرية معها بشكل أو بآخر آمنة؟ أظن أن إسرائيل تفكر في مثل هذه الأمور بالاعتبار أن هذه الحدود لا تتمتع بالأمن الكامل وأن هذه الحدود يمكن أن تشكل لها مشكلة ضمن هذه المسألة التي تتعلق بغزة هذه المطالب الأمنية الإسرائيلية تقوم على قاعدة أنها يمكن أن تسيطر على القطاع ضمن التقاء هذين المحورين المحور الذي يتعلق بقطاع غزة غلاف القطاع والمنطقة العزلة في هذا الإطار وكذلك الأمر الذي يتعلق بمحور فيلادلفيا نعم كان السؤال عن موقف مصر يا دكتور حتى الآن القاهرة صامتة رغم أن كثيرين يقولون أن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا ستعد انتهاكا للبروتوكول العسكري الملحق بمعاهدة كام ديفيد نعم هذا حقيقي لكن الصمت المصري صمت مريب في هذا الإطار هل هو لا يريد أن يتصادم مع الرغبات الإسرائيلية في هذا المقام هل هو غير قادر على أن يفرض أموره فيما يتعلق بالملحق الذي أشبتم إليه هل هو يعني يريد أن يتماهى مع الطلبات الإسرائيلية خاصة الأمنية منها في هذا المقام خاصة كان هناك تعاون أمني ما بين إسرائيل ومصر وفقا لاتفاقات أمنية مع النظام الحاكم هناك ومن هنا أنا أرى أن الدبلوماسية المصرية وكذلك الرأي الذي يتعلق بمثل هذا لم يتبلوب ولم يتكون لكن أكيد هناك بعض القلق الذي تعبر عنه مصر في ظل قنوات غير رسمية وغير معلنة ربما مع الأمريكيين تعبر مصر عن هذه المخاوف والقلق أظن أظن مع الأمريكيين مع الأوروبيين ممكن كمان مع المخابرات الإسرائيلية كلها قنوات أن تكون مصر مثلا غير معارضة لأن تسيطر إسرائيل على هذا المحور وتخلص القاهرة من صداع الرئيس موضوع الأنفاق والتهريب ولتتولى إسرائيل المهمة هل يمكن أن يكون تفكير الساسة المصريون كذلك؟ لا أنا لا أعتقد أن المسألة تصل إلى الحد الذي تنتهك فيه السيادة وأظن أن كما كان هناك الموضوع الأساسي الذي يتعلق بضمان عدم تهجير الغزيين إلى مصر فإن إسرائيل قد تتحكم في هذا الأمر مع سيطرتها على محوى فلادلفيا وتقوم بهجرة قصرية أو تهجير قصري إلى سيناء وهنا ستكون الأمور خطر جدا خاصة إذا وفقت مصر وأعطت شيك على بياض بالنسبة لإسرائيل أن تفعل ما تشاء في هذا المحور الموازي للأراضي المصرية طيب دكتور هذا الموضوع محور فلادلفيا يقودنا إلى السؤال الأكبر عن موقف مصر عموما من العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر ويبدو أن سمعنا أكثر من مرة الرئيس السيسي يقول أن خطنا الأحمر هو عدم تهجير الفلسطينيين ما دون ذلك هل يبدو لك أنه خط أخضر أو ضوء أخضر بالنسبة لمصر؟ اللهي أنا من الذين يعرضون الموقف المصري خاصة أن كان فيه انتقاص للسيادة وللأسف الشديد عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أكثر من مرة عن هذا الموقف المتهاون والمتساهل حينما أكد أن الناس التي تخرج من المعبر إلى رفح المصرية لا يمكن أن يقوم وأن يحسم إلا في إطار موافقة إسرائيلية هذا خطر كبير كيف يمكن لإسرائيل أن تتحكم في معبر مصري فلسطيني خالص في هذا المقام حتى تقوم بالتدخل في مصر حتى دخول الأشخاص حتى هؤلاء الجرحة الذين يخرجون ويذهبون إلى مصر لا بد من موافقة أمنية إسرائيلية وكذلك كل البضائع تقوم إسرائيل على تفتشها بمعرفتها ممكن ده نتفهم في ظل ذلك الصراع والرقابة على المسائل التي تتعلق بسلاح أو غيره مع أن إسرائيل تجاوزت الفكرة التي تتعلق بالسلاح وأدى بها الأمر إلى أن تقوم بعمليات معينة في إطار استراتيجية الترويع والتجويع في غزة ومن ثم هي تقوم بتعويق دخول هذه المساعدات بصورة متدفقة وفقا للآراء التي تتعلق بالمنظومة الدولية لأسباب إنسانية وكذلك أيضا تحاول بشكل أو من الأشكال أن تماطل في دخول المساعدات إلى شمال غزة من قبل ثم الآن تماطل في دخول المساعدات حتى إلى الجنوب لأنها الآن انتقلت من الشمال إلى الجنوب في حربها وكذلك الأمر الذي يتعلق بالأمور التي تتعلق بالوقود وغير ذلك كيف تفسر هذا الموقف من قبل الحكومة المصرية مثلا عدم رغبة أم عدم قدرة أم لا يريدون إزعاج الأمريكيين مثلا ماذا الموقف طبعا شديد التشابك وللأسف الشديد أن مصر ومنذ معاهدة كامبي ديفيد وكذلك الأمر الذي يتعلق بوجود اتفاقات أمنية غير معلنة بين مصر وإسرائيل والأمر الذي يتعلق بالتعاون المخابراتي بين مصر وإسرائيل إنما يعبر عن مسائل كلها في هذا الإطار تجعل الموقف المصري في حقيقة الأمر موقف باهت والدعوة التي تتعلق بالسيادة صارت منقوصة وصارت إسرائيل تقوم بكل ما من شأنه أن تنتقص من سيادة مصر ولكن هل هناك رد رسمي؟ هل هناك رد دبلوماسي؟ هل هناك أمر يتعلق بالتهديد بالأمر الذي يتعلق باتفاقات كامبي ديفيد لأن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لهذه الاتفاقية سواء ما يتعلق بمعبى الرفح والسيادة عليه أو سواء ما يتعلق بما تفضلت به حول محور فلاديلبيا طيب دكتور ماذا تقترح إذن عندما تواجه أو يواجه المسؤولون المصريون بهذه الأسئلة يقولوا إننا لا نريد الحرب ملتزمون بكام ديفيد إن مصر تقوم بدور الوساطة تقدم اقتراحات لإنهاء الحرب تستقبل فصائل المقاومة الفلسطينية وتلعب دورا بناء هذا الأمر لا يعد دورا بناء خطوط السيادة هي الخطوط الحمراء الحقيقية لأن السيادة المصرية على أراضيها وعلى كل ما يتعلق بها أمر شديد الأهمية حينما تعبر عنه الدبلوماسية المصرية لا يمكن بأي حال التنازل عن أي قدر من السيادة لمصلحة الكيان الصيوني أو لمصلحة العدوان على غزة لأن ذلك كله الذي يتعلق بالامتسال إلى مطالب إسرائيل اللامتنهية والتي تقوم على فرض شروطها بالقوة وبالقتل البطيء والقتل المباشر إنما يعبر في حقيقة الأمر عن موقف مصري لا يتكفأ بأي حال من الأحوال مع ضرورة أن يكون لمصر موقف وازن يمكن فيه أن تقود المجموعة العربية في هذا المقام لكون لها حدود مباشرة مع غزة لكون لها علاقات كبيرة مع غزة لكون أنها كانت من قبل غزة تقع تحت سيطرة الإدارة المصرية كل هذه الاعتبارات في الزاكرة التاريخية وفي غير الزاكرة التاريخية لا بد أن يكون هناك موقف مصري واضح معبرا عن سيادتها ومهددا في نفس الوقت بأن اتفاقية كامب ديفيد على المحك وفي خطأ لكن هناك تبعات خطيرة يا دكتور لموضوع أن تهدد مصر بتجميد كامب ديفيد أو الانسحاب منها أنت تعرف ذلك لا ماذا؟ هل هذا الموقف الخطير؟ يا أخي الحبيب إسرائيل ضربت معبر رفح المصري ثلاث مرات ومن ثم كل هذه التنازلات كل هذه التساهلات ستجعل إسرائيل ترتكب مخالفات أكبر في هذا المقام وأنا أقول أن النظام المصري لا بد أن يتشدد الآن حتى لا يفقد كثير من أموره الأمنية التي تتعلق بالأمن القوم المصري المباشر ومن غير موقف واضح وأساسي وعلى قاعدة تتعلق بالتمثيل لهذه السيادة المصرية سيكون هذا أمرا خطيرا في تعامل إسرائيل والكيان الصهيوني مع مصر في الآوين القادمة شكرا جزيلا الدكتور السيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا